اشتركوا في القناة وهي رؤية الماء في المنام الماء في المنام يعني في البداية يعني ربنا عز وجل بذكر ان هو جعل من الماء ده كل شيء حي فالماء يعني اعتبر خير وكله يعني فيه طبيعته بيبشر بالخير بيبشر بقرب الفرج بيبشر بتغيير في حياة الرأي للأفضل بيبشر وان شاء الله فيه دنيا مقبل عليه بكل خير الماء في المنام بيدل على الحياة بيدل على كل شيء جيد في حياة الرأي بشرط ان المية دي اللي انت شفتها في المنام تكون صفية تكون نظيفة ما يكونش لها اي رائحة تكون مية عزبة صالحة للشرب او سواء اقتسال او سواء حملتها فيه وعاء فدي كلها بتبشرك بالغنى بتبشرك بتغيير حياتك الافضل بتبشرك بزواء الهموم المشكلات اللي انت بتمر بيها وشرب المية في الحلم يعني اعتبر من الاحلام المهمة جدا خصوصا اذا كان المية دي عزبة وصفية في المنام دي بتبشر الرأي اذا كان مريض بتبشر ان شاء الله ان هو يشفى من مرضه اذا كان متزوج هو لم ينكح زوجته قدي بشارة ليه في الاجتماع والاستمتاع معها ولو شاف ان هو بيشرب مية عزبة في المنام من بقرة او ساقية ده معنى ان شاء الله الرحمن الرحيم فيه رزق هيناله اذا كان تاجر واذا كان يسحب مشروع ان شاء الله المشروع ده هيكون ناجح وشرب المية البردة في المنام في بقرة الصباح ده بيصيب الرأي مال حلال وشرب المية العزبة في المنام بتبشر الرأي بالاطمنام بتبشره بقرب الفرج وبتغير في حياته الافضل ايا كانت الحالة اللي هو بيمر بيها فشرط في رؤية الماء في المنام ان المية دي تكون نظيفة تكون عزبة سواء شفت ان انت بتشرب منها سواء شفت ان انت بتغتسل بيها سواء شفت ان انت بتتوضى منها في المنام كل ده بيبشرك ان شرح من رحيم بتغيير في حياتك الافضل بيبشرك ان ان شاء الله في دنيا مقبلة عليك بكل خير سواء كنت شاب اعزب او كنت بنت عزبة او كنت متزوجة او مطلقة شفت المية في المنام تستبشري خير على طول وتعرف ان ان شاء الله في دنيا مقبلة عليك بكل خير تعرف ان ان شاء الله في زواء للهموم والمشكلات اللي انت بتمر بيها فالمية الصافية بتبشر ان شاء الله رحمن الرحيم يعني المية الصافية العزبة بتبشر رأي بزواء الهموم بتبشر رأي بقرب الفرج وتغيير في حياته للافضل بإذن الله إلا ازا كان المية دي مية وزخة او او مية غير جيدة او مية ملحة كل دي بتدل على هم قد يتعرض لها اه الرأي في حياته وحمل المية في المنام ايضا من الرؤية المبشرة جدا بقرب الرزق والمال احباب الله ربنا بشركم بكل خير اتمنى تكتبون احلامكم اسفل الفيديو علشان نفصل لكم فصل وقت وما تنسوا اشتركوا في القناة واتفعلوا في القرص علشان قناتكم بتوصل لكبر قدر منكم الناس وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله